بسم الله الرحمن الرحيم اليوم تفسير الأحلام وتفسير منام اليوم لمن رأى في منامه أنه يقرأ سورة الفاتحة فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخر السورة فما تفسير هذا المنام بسم الله الرحمن الرحيم من رأى في منامه أنه يقرأ سورة الفاتحة أو تقرأ عليه سورة الفاتحة يعني شخص يقرأ عليه مثلا سورة الفاتحة أو يسمع سورة الفاتحة أو يفتح في منامه المصحف على سورة الفاتحة فما تفسير هذا المنام إذا رأيت ذلك فإن هذا يدل والله أعلم على أنه ستفتح لك أبواب الخير إن شاء الله سبحانه وتعالى إن شاء الله سبحانه وتعالى تفتح لك أبواب الخير وتغلق عنك أبواب الشر وهذا ما قاله ابن سيرين رحمه الله قال إذا رأى النائم سورة الفاتحة دل ذلك على أنه ستفتح له أبواب الخير وتغلق عنه أبواب الشر وهذه من الأحلام الجميلة التي تبشر بالخير لأنها تدل على أن صاحبها إن شاء الله سبحانه وتعالى ستفتح له أبواب الخير وتغلق عنه أبواب الشر وإن كان في شر فسيزال إن شاء الله سبحانه وتعالى عنه سيزال عنه هذا الشر في أقرب وقت إن شاء الله سبحانه وتعالى والله أعلم فما المطلوب إذا رأيت هذا المنام المطلوب منك أولا أن تحمد الله سبحانه وتعالى أن تشكر الله سبحانه وتعالى أن تفتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى أولها أول هذه الصفحة ففر إلى الله أولها الصلح مع الله أولها التوبة قال الله سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون طيب يا سيدي ثالث عليك أن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير بدع أن تكون مع الله سبحانه وتعالى أن تتعبد لله سبحانه وتعالى بمنهج صحيح قال الله قال رسول الله هذا منهج الصحيح هو قال الله قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا كتاب الله وسنتي عليك أن تبعد عن البدع التي انتشرت في المجتمع في وقتنا الحالي عليك أن تضمن قراءة القرآن عليك أن تتعلم القرآن تتعلم وتحفظ القرآن عليك أن تحفظ على صلاتك الصلاة وصية من الله سبحانه وتعالى وهي أمر من الله سبحانه وتعالى وفرض من الله على عباده عليك أن تجارس الصالحين فالصاحب ساحب عليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى من كل الذنوب والمعاصي وتفتح صفحة جديدة مع الله ثم بعد تفسير الأحلام أهدي لكم حديثا جميلا من أحاديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم أرجو أن تحفظوه فيحفظكم الله سبحانه وتعالى بحفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة يعني أنت بتقرأ كده مثلا في صورة السجدة تقرأ السجدات في القرآن وكناية في هذا الحديث عن سجودك وعن صلاتك على أنك تتعلق بالقرآن وتسجد يعني في القرآن ترى فاسجدوا لله واعبدوا هذه السجدة ترى في سجدات القرآن إذا جاءت تسجد لله سبحانه وتعالى ويمكن تسجد طبعا في الصلاة أو تسجد وانت بتكرأ القرآن تترك المصحف وتسجد لله سبحانه وتعالى سجدات التلاوة تسمى بسجدات التلاوة وهنا كناية عن أنك تصلي أصلا أنك تصلي طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم استجد فاستجد اعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلة وفي رواية يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فاستجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار فهانيئا لأهل الصلاة نقول فهانيئا لأهل الصلاة هانيئا لمن سماهم الله سبحانه وتعالى سيماهم في وجوههم من أثر السجود الحديث مرة ثانية حتى تحفظوه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنقرأ ابن آدم استجد فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلة وفي رواية يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فاستجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار ترجمة نانسي قنقر